اشتركوا في القناة بالدور الذي تطلع به الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في اعداد الابحاث والدراسات وتنمية القدرات الوطنية بما يخدم توجهات مملكة البحرين ويعزز مكانتها في مجال علوم الفضاء واكدا سموه اهمية مواصلة العمل الجاد في سبيل رفعة مملكة البحرين في مختلف المجالات بما فيها قطاع الفضاء وتنمية الابحاث واشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالخطط والاستراتيجيات التي تنفذها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومشاريعها المستقبلية وما قطعته الهيئة من شوطن في مراحل التدريب والاعداد وجهودها الرمية لتعزيز التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة للارتقاء بقطاع علوم الفضاء لتحقيق كل الاهداف المنشودة من اجل تقدم وتطور وازدهار مملكة البحرين واستمع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى إيجاز حول أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية إضافة إلى أهم الخطوات المتخذة من قبل الهيئة في سبيل تطوير عملها في المستقبل بما يحقق الأهداف التي وضعتها الهيئة ومن جانبه أشهد وزير المواصلات والاتصالات باهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتطوير العمل في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مشيرا إلى أن مملكة البحرين باتت تمتلك خبرات وطنية متميزة في مجال علوم الفضاء قادرة على مواكبة التطور في هذا المجال من جانبه أكد الدكتور العسيري على أن اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد باستراتيجية الهيئة يمثل دافعا قويا أمام منتسبيها من أجل الارتقاء بعلوم الفضاء الذي بات ضمن سلم أولويات مملكة البحرين في السنوات الماضية واكدا أن الهيئة وضعت استراتيجية للسنوات المقبلة من أجل تطوير عملها والاهتمام بالكوادر البحرينية وتدريبها بصورة مستمرة بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال علوم الفضاء ترجمة نانسي قنقر